السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي يا فنونا هندماد. رجعت لكم تاني بالجزء التاني من الفانوس اللي احنا شغلناه. ده الجزء اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات. يارب يكون الشرح كان واضح. الفيديو دوت هنكمل الجزء اللي فوق وان شاء الله نقدر نكمله كله. علشان انا مش حب اطول عليكم في الفيديوهات. السطر الاخير اخر سطر اللي افتكر مع بعض كان صباعي على اتنين. الخرزتين دولة اللي تحتهم واحدة. حطينا عليهم خمس خرزات بقهم سبعة. يعني السطر كله صباعي على اتنين. هطلع بقى للسطر اللي بعديه. هعمل خماسي على اتنين. عندي الخيط طالع من خرزة واحدة. هدخله في التانية اللي جانبها. اللي هي دي. طالع من دي. هدخله في دي كمان. هدخله هنا. وهشتغل احط ثلاث خرزات علشان يكونوا خمسة. يبقى انا هشتغل السطر ده خماسي على اتنين. هاجل للغرزة اللي بعديها. للخرزة اللي بعديها. هلاقي واحدة ما فيش حاجة تحتها. لوحدها اهاي. هتبقى برضو خماسي بس على واحد. خماسي على واحد. طيب اللي بعدها اتنين جانب بعض هتكون خماسي على اتنين. وهامشي بنفس الطريقة. خماسي على اتنين. خماسي على واحد. خماسي على اتنين. خماسي على واحد. لنهاية السطر. انا معايا خرازتين. طبعا اللون ده حسب رغبتك. هحط تلات خرازات. يبقى كده خمسة. عايزة اقول لكم ان فيه لينك جروب الواتساب على المنتدى. للمهتم طبعا بشغل آآ اللي احنا بنعمله مع بعض هنا في القناة. وحابب ان احنا نتناقش فيه. ممكن ينضم عن طريق الرابط اللي موجود آآ على المنتدى. وانا تحت امركم طبعا. آآ دلوقتي هدخل ادخل الخط في الخرزة اللي الوحدها دي. واسحبه كده. اسحب الطرف دوت اللي هو ناحية ايدي الشمال ده. وهياخد الطرف اللي فوق. اللي طالع من الخرزة اللي فوق دي. كده اصبح معايا خرزتين. محتاج ان انا اكملهم خمسة اتنين. يبقى انا هحط تلات خرزات. واحد. اتنين تلاتة. وهرجع في نفس الخرز زي ما احنا عارفين. علشان اكون الحلقة دي. وبعدين نسحب ونعمل العقد. كده اصبح معايا اهو خماسي على اتنين. خماسي على واحد. طيب اللي جاية دي ايه? خرزتين جنب بعض. همشي بالخط الطرف اللي تحت. بالشكل ده. ان شاء الله بعد كده نحاول نغير الالوان عشان تكون اوضح. من اللون الشفاف دوت. وهقعدي كمان في الخرزة اللي جنبيها. كده. كده بقت اتنين اهو مع بعض. ومعايا واحدة في الجن. محتاج اكملهم خمسة. يبقى هحط اتنين. وهمشي لنهاية السطر. خماسي على اتنين. وخماسي على واحد. كل الهدف بكمل الخمس خرزات. كده السطر ده خلس معايا. عملت خماسي على اتنين. وخماسي على واحد. الخرزتين اللي تحتيهم واحدة كملتهم خمسة. وجنبيها واحدة اهل واحدة. اكملتها برضو خمسة. يبقى خماسي على اتنين. وخماسي على واحد. السطر اللي فوق هلاقي تلات خرزات جنب بعض. هشتغل عليهم مع بعض. اهو. تلاتة اهم. شايفين? واحد اتنين تلاتة جنب بعض. تلاتة. كل تلاتة كده مع بعض هشتغلهم مع بعض. يبقى انا همشي بالخط كده. وهطلع من الترف ده. الخط عندي اهو. الترف التاني همشي في الخرزتين دول كده. يبقى معايا التلاتة دول كده مع بعض. واحد اتنين تلاتة. التلاتة دول هعم اكملهم سبعة. يبقى سباعي على تلاتة. هاجف الترف اللي على اليمين. وهحط اربعة علشان اكملهم سبعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وبعدين هرجح في الخرزة الاخيرة اللي انا حطتها دي. رقم اربعة. بالشكل ده. وهسحب الطرف التاني من داخل الحلقة بتاعتي. بمنتهى البساطة. كده بقوم سبعة. سباعي على تلاتة. التلاتة زودت عليهم اربعة. وهدخل العقدة داخل الخرزة اللي انا بشتغل فيه. هاخد طرف الخيط اللي تحت هنا. وهمشيه في التلاتة دول. واحد اتنين تلاتة. انا همشي كده. في التلاتة خرزات دول مع بعض كده. التلاتة دول كده. وهسحبه من ناحي الشمال كده. وبعدين الطرف اللي فوق اللي انا بشتغل فيه بحطي فيه الخرز. بك العقدة دي. اهو. انا دلوقتي معايا تلاتة. او تلاتة اللي هم تحت وفي واحدة في الجنب يبقوا اربعة. هحط لهم المرة دي تلاتة علشان اكمل السبعة. يبقى سباعي على تلاتة. يبقى اول مرة حتيت اربعة. المرة دي هحط تلاتة بس طبعا لنهاية السطر. كل تلاتة خرزات مع بعض. اللي هم عاملين انحناء كده دولة مع بعض. هنعملهم سباعي على تلاتة. وبدخل العقدة داخل الخرزة اللي انا بشتغل فيها اللي هي دي. اهو. التلاتة اللي بعديهم اهم. همشي بالخيط ده. في التلاتة دول. وهحط تلات خرزات. انا معي واحد اتنين تلاتة وواحدة في الجنب يبقوا اربعة. همشي كده بالخيط في التلاتة دول. واحدة اهاء. اتنين. تلاتة بالشكل ده. اجي بقى للطرف اللي طالع اللي فوق ده. وهحط فيه تلات خرزات علشان اكمل السبعة. خلي بالنا من الحاجات اللي ممكن تتعقد. واحد. اتنين. تلاتة. لنهاية السطر سباعي على تلاتة. السطر اللي احنا خلصنا ده كان سباعي على تلاتة. يعني تلات خرزات تحت. بحط عليهم اربعة. اول مرة يبقوا سبعة. وبعد كده بحط تلاتة واخر غرزة بعمل خرزتين بس. دلوقتي انا عندي اتنين وتحتيهم واحدة اها. وهنا برضو اتنين وتحتيهم واحدة. الاتنين دولا هعملهم خماسي. خماسي على اتنين. الخماسي على اتنين هيقفل السطر زي ما عملنا تحت السطر اللي هو الاخضر ده. خماسي على اتنين. يبقى الاتنين اللي تحتيهم خرزة. اهي اتنين وتحتيهم واحدة. هنعمل خماسي على اتنين. للناحية الشمال دي ما ليش دعوة بيها. هدخل في آآ السطر الطرف اليمين ده. وهحط تلات خرزات. واحد. اتنين. تلاتة. وهرجح في التالتة دي بنفس الطريقة. هتكون حلقة اللي انا هعمل من خلالها العقدة بتاعتي. وهسحب الطرف التاني. ادخله جوة الحلقة دي. كده بقت خماسي على اتنين. سطر ده كله خماسي على اتنين. طبعا الناس بتشتكي ان الخط بيكون جامد ومقلم يعني. بس آآ احنا قلنا النجاح لازم عشان انجح وعمل حاجة كويسة لازم اتعب. آآ هو صعب بصراحة. بس لازم اشد الخط كويس. المجسمات لازم تكون جامدة. وخط سبعين يا جماعة في خرز عشرة. والخرز دوت خرز مقاس عشرة. انا بشتغله بخط سبعين. علشان المجسمات تكون جامدة. مش زي المفارش. يعني المفرش لو لو خرز عشرة واشتغلته مثلا بخط خمسين ما عنديش مشكلة. اهو. كده بقهم اتنين اهم. والتالتة اللي في الجنب دي. اللي الاخضر. المرة دي هحط اتنين. علشان اعمل خماسي. اكملهم خمسة. خماسي على اتنين. وهسحب كده. هيبتدي يقفل معي الفنوس بتاعي اهو. خماسي. خماسي على اتنين. بعد ما عملنا السطر خماسي على اتنين. قفل معي الشغل زي ما احنا شايفين اهو. هطلع بعد كده سداسي على اتنين. علشان يعمل لي ارتفاع ويوقف لي الشغل شوية لفوق. هي وياهمشي في الخرزة اللي في الجنب دي. اللي هي دي. انا طبعا الخيط طلع من هنا. الخيط طلع معي من دي. همشي الخيط في الناحية دي كمان يبقو اتنين مع بعض اللي تحتهم واحدة. هعملهم اه خماسي على اتنين. اه لا خماسي على اتنين. بقى سداسي على اتنين المراتي. ده كان خماسي على اتنين. هنعمل سداسي على اتنين. هناخد كده في الطرف اللي في اليمين. سداسي على اتنين. معايا اتنين. يبقى انا هحط المراضي اربعة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وهنرجع في نفس الخرزة تاني اللي احنا شغالين بها. وهياخد الطرف التاني واسحبه من الحلقة بتاعتي. يبقى كده سداسي على اتنين. هدخل بس العقدة دي. جوة الخرزة. بالشكل ده. نا. كده طلعت من ناحية التانية. بالشكل ده. كده سداسي على اتنين وقفت معايا الشغل الفوق. آآ هاخد الطرف اللي تحت وهامشي به في الخرزتين اللي بعد كده. ادي واحدة. وهامشي كمان في الخرزة اللي جنبها. الاتنين اللي تحتهم واحدة. اللي هم عاملين شكل حرف الواي. بالشكل ده. اصبح معايا دلوقتي واحد اتنين تلاتة. يبقى انا محتاجة كمان تلاتة علشان يكون سداسي على اتنين. واحد. اتنين. تلاتة. وهرجع في نفس الخرزة اعمل الحلقة بتاعتي اللي احنا عارفينها. اهي. وبعدين اسحب الطرف التاني من قلب الحلقة. يبقى كده ست خرزات ونعمل العقدة وندخلها جوة الخرزة الاخير. همشي في الخرز كله بنفس الطريقة. سداسي على اتنين. همشي في دي وفي اللي جنبها. السطر دوت عملناه كل سداسي على اتنين. السطر اللي بعده هنعمل خماسي على اتنين. برضو الخرزتين اللي جنب بعضه تحتيهم واحدة هنشتغل عليهم خماسي على اتنين. معايا اتنين هنا. يبقى انا هحط تلاتة معاهم علشان يبقوا خمسة. خماسي على اتنين. معايا اتنين. هاجف الطرف اللي على اليمين ده. وهحط تلات خرزة. واحد. اتنين. تلاتة. وهارجع بنفس الخيط برضو. في الخرزة الاخيرة. وهسحب التانية علشان اعمل عقدة. وهقفل السطر بتاعي. وهقفل العقدة بتاعتي. كده. همشي بالخط اللي تحت. كده. وبعدين هنا. يبقى انا هدخل في الخرزتين اللي جنب بعض. ثبت الخط كويس. والطرف اللي فوق ده هاخد المرة دي خرزتين. لان انا معايا واحد اتنين تلاتة. هاخد اتنين بس علشان اكمل الخمس خرزات لنهاية السطر. اعمل خماسي على اتنين. الخماسي على اتنين. هيضملي الفانوس من فوق. وهيخليه مش مفتوح قوي. آآ ملموم كده. ويعمله ارتفاع شوية. لنهاية السطر بامشي خماسي على اتنين. اول مرة حطيت تلات خرزات وقفلت. وبعدين دلوقتي هحط اتنين. واخر غرزة خالص هحط فيها آآ خرزة واحدة بس. عشان اكمل الخمسة. اخر سطر انا وصلت له دلوقتي اللي هو الخماسي على اتنين. خرزتين وتحتيهم واحدة. بكملهم خمسة. بحط تلاتة وبعدين اتنين. واخر واحدة بتكون خرزة واحدة بس. آآ ده السطر الاخير اللي جاي دوت. آآ هحط تلات خرزات عشان اعمل رباعي على واحد. اه. دي خرزة واحدة بس. الخيط طالع من من الطرف. هعمل رباعي على واحد. الطرف اليمين ده. هحط تلات خرزات واحد. اتنين. تلاتة. اخر خرزة اللي هي رقم تلاتة. هرجع فيها تاني بنفس النزام اللي احنا ماشيين به. هرجع فيها كده. بس اعمل مش للاخر بكون حلقة. اهي. الحلقة دي بسحب بيها الطرف التاني من الخيط علشان اعمل العقدة. بالشكل ده كده. الخيط من تحت كده انا همشي بيه. فيه الخرزة اللي جنبها كده. همشي بالخيط كده وبعدين الطرف اللي فوق. هاخد خرزتين معايا اتنين. معايا واحد اتنين. هخليهم اربعة. هاخد خرزتين اتنين بس. عشان يكمل الاربعة. وهينتهي السطر برضو معايا آآ برباعي على واحد. يعني السطر ده كله هيكون رباعي على واحد. اهو بنفس الشكل كده. هاخد الخيط كده زي ما احنا شايفين من تحت كده. ادخله في الخرزة دي. في دي. اللي تحت. عشان اكمل السطر بتاعي. هحط برضو خرزتين لنهاية السطر. رباعي على واحد. اخر خطوة كده انا عملت رباعي على واحد. ويبقى كده الفانوس تقريبا جزء كبير منه خلص. اخر خطوة هعملها دلوقتي في الجزء ده. انه انا هعمل الايد. هنركب كده عدد من اللي خرز. مسلا سبع خرزات. اده واحدة. تلاتة. اتنان. تلاتة. اربعة. اتنان. اربعة. خمسة. ستة. طبعا الفانوس مش كبير قوي فاحنا هنكتفي بكده. سبع. اهو. هي طالع من هنا. هوصلها بالناحية التانية. بالشكل ده هنا كده. آآ الدايرة طبعا عندي قفلت هنا بخمس خرزات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. ليه? لان انا بدأت بعشر وحدات. طبعا لو بدأت باتناشر وحدة. آآ او اتناشر غرزة سدسية. هيطلع معي النهاية فوق ست خرزات. ويطلع اليد من هنا مستقيمة. بس انا كنت عايزة الفانوس يطلع صغير شوية. مش كبير زي ده. فبدأت بعشر وحدات بس. ده اتناشر وحدة. هنا عشر وحدات. فطلع لي العدد فوق خمسة. طبعا دي مش مشكلة. النتيجة برضو آآ كويسة. وبعدين هروح في الناحية التانية. وارفق واسحب وادخل الخط بتاعي. بالشكل ده. علشان اعمل الحلقة بتاعت الايد. وهاخد الخط ده كله بقى انا اعمل في ايه? همشي بيه كده ما بين الغرز. ما بين الخرز. علشان آآ اجمد عليه وكمان اخفي الطرف بتاعه بالشكل ده. همشي كده ما بين الخرز. وهطلع بيه برضو في الايد بتاعت الفانوس. علشان تكون جمدة. اهو. لغاية ما اخفي الخط خالص. الزيادة. واتأكد ان الايه? الشغل من فوق كده بقى جامد. ويمتين. بعد ما ركبت الايد بتاعت الفانوس خلصتها. هقص بقى بعد ما ثبت كويس ونشيت بمسافة كافية. اهو. هقص الخيط. ده شكل الفانوس. مبدئيا. باقي الجزء ده. اللي هو الكورنيش اللي فوق ده. اهو. شايفينه? كده. شكله حلوى قوي. هو كمان اللي عامل شكل كويس ومختلف للفانوس بتاعه. هنعمل ايه? انا هنزل على السطر. شايفين السطر ده? اللي هو. خماسي على اتنين. ثواني. ده. السطر ده. اللي هو خماسي على اتنين. وخماسي على واحد. لو عدينا من تحت هنلاقي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبع. يعني بالنسبة ليه. انا دلوقتي هو ده السطر السابع. اللي هو خماسي على اتنين. وخماسي. خماسي على واحد. وخماسي على اتنين. السطر ده هو اللي انا هشتغل عليه من فوق كده. انا هشتغل على السطر اللي هو خماسي على اتنين. وخماسي على واحد. هنعد تاني. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة السطر السابع من تحت لفوق ده انا هاجي عليه من فوق كده هنا وهشتغل خماسي على اتنين خماسي على واحد كل السطر هيكون خماسي على واحد عشان اعمل الكورنيش انا كنت شغالة بخيط سبعين مع خرز زيت ام اه عشرة انا هشتغل في الكورنيش بخرز بخيط بخيط ستين اقل درجة بس علشان طبعا الغرز بتكون صعبة شوية او ديقة شوية لان الخيط ماشي فيها كذا مرة فانا دلوقتي هشتغله بخيط ستين علشان اعرف اتحرك ما بين الخرز انا هشتغل هنا اهو دي الخرزة دي خماسي على واحدة هابتدي من اي مكان وهدخل فيها من فوق في طرف السطر بتاعي ده من فوق اللي هو السطر الخماسي على واحد وخماسي على اتنين اللي انا باعتبره السطر السابع من تحت وابتدي ادخل الخيط واعمل سواني انا دلوقتي هجيب الخيط بس الطرفين مع بعض اول حاجة هو مش صعب بس نزبط بس ايه ايه ادينا كده اهو هجيب بس الطرفين زي بعض كده اصبح عندي دلوقتي اهو الخماسي على اتنين من فوق والسطر اللي هو خماسي على اتنين وخماسي على واحد هابتدي في الغرزة من فوق اي وحدة فيهم بقى اهي الخمس خرزت اهو شايفينهم اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اي وحدة فيهم من فوق وابتدي فيها السطر السابع من تحت هاخد الطرف اليمين اهو كده انا قلت اشتغل في الكورنيش دوت بخرز ستين. بخرز عفوا بخيط ستين. اهو. هي خرزة واحدة. انا عايزة اخليهم خمسة. خماسي على واحد. هياخد اربع خرزات. اتنين. تلاتة. اربع. وهدخلها في الطرف اللي في ايدي اليمين. يبقى انا كده عملت اربع خرزات. ومعايا واحدة يبقى ايه? يبقوا خمسة. وهرجع برضو بنفس الطريقة اعمل العقدة عادي خالص. اهو. ابتدي بقى اسحب الطرف الثاني. بقى خماسي اهو. على واحد. اهو. خماسي على واحد. تحت اهو. باين خالص. طيب الدور على ايه? السطر اهو. السطر ماشي معايا اهو. كده. اهي. الخرزة اللي جنبيها دي هدخل فيها طبعا اللي فوق ده اللي انا بخط فيه الخرزة. انما الخيط اللي تحت. هو اللي انا بامشي بيه. طبعا انا اه يعني ايه? عايزة بس صبر شوية ان انا امسك الخرزة كده بيداية بالراحة. وادخل فيها. انا خماسي على واحد. ارفع الخرزة كده لغاية ما شوفها. وادخل فيها الخيط. اهو. نخلت في الخرزة دي. اللي جنب الاخضر دي من هنا. انا شغالة في السطر السابع من تحت. الطرف اللي فوق بقى. هو ده اللي انا ايه? هعمل فيه الخرز بتاعي. دلوقت الخماسي على واحد معي واحدة في الجنب اليمين. واحدة تحت اهي بقوا اتنين. هحط تلاتة. واحد. اتنين. تلاتة. هرجع في التالتة تاني. واعمل الحلقة بتاعتي اللي انا هعمل فيها العقدة. واسحب الخيط. اللي هو الطرف التاني. واعمل العقدة. وادخلها. جوة الخرزة. تمام. اهو. كده الخيط اللي فوق ده انا خلاص هسيبه وبل ما اسبت التاني. اهو. الطرف اللي تحت اللي طالع من الخرزة الخضرة دي. هيدخل في الخرزة البيضة اللي هي اه في الحلقة الخماسية دي. اهو. هحرك انا دي بس كده. علشان ادخل ايه الخيط بتاعي. اهو. انا دخلته اهو. وطلعته من الهين. سهلة جدا. طبعا خيط شفافة للأسف مش باين. اهو. اهو. اهي. دي الخرزة اللي انا هشتغل عليها. اللي هي اول واحدة فوق اهي من الحلقة الخماسية دي. هي دي. ودي الخرزة اللي في الجنب اللي خلصت اللي انا اشتغلتها. اهو. لو جيت تعدي من هنا هتلاقيهم سبع اسطر. السطر السابع اللي انا بشتغل فيه. بس بشتغل فيه من فوق. تمام? بشتغل فيه من فوق. الخرزة دي اللي عليها الدور. ادي واحدة. ودي واحدة في الجنب اللي اللي انا هاخدر دي. بقوا اتنين. احط تلاتة في الجنب اليمين. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين هدخل في الحلقة دي هي هي نفسها تاني. واسحب الطرف الشمال. وابتدي اعمل العقدة اللي هده. بالشكل ده كده. اخد بردو زي ما انا ماشي كده للاخر خماسي على واحد. معي خرزتين. هحط تلاتة. واحد. اتنين. تلاتة. تلات خرزات هيكملولي الوحدة بتاعتي اللي هي عبارة عن وحدة خماسية. هسحب بقى الطرف التاني واعمل العقدة. بالشكل ده. المفروض دلوقتي ان انا هدخل واريكم الخرزة علشان نكمل شغلنا. هدخل في الخرزة دي هي دي اللي عليها الدور. اهي بالشكل ده. ولو لقيت صعوبة كده فيها حاولي تحركيها بس قبل ما اتطلعي الخيط. بالشكل ده. وهامشي كده خماسي على واحد. هشتغل هنا. وهنا اهي. لو جينا نبص السطر اهو اللي انا بشتغل فيه. ده. كده. وهفضل كده رايح جاي. لغاية ما اوصل لنهاية السطر. خماسي على واحد. وصلت انا باقي كده معي غرزتين. بحط تلات خرزات اهو. حبيتش اطول طبعا الفيديو اكتر من كده لانه طويل قوي. يا رب بس تكون فكرة الكورنيش اللي فوق دي واضحة. برجع في نفس الخرزة. وبسحب الخيط. الطرف التاني. واقفل وادخل العقدة فيها. اخر خرزة هعملها اللي هي دي. اللي هي جوه دي. في واحدة هنا. واحدة في الجنب اليمين. واحدة هنا. واحدة تحت اللي هي. اهي. في رأس الغرزة الخماسية. اهي. اللي هي دي. بالراحة كده بقى ايه? وهندخل. اهي. الخيط طالع اهوت من فوق ومن تحت. واحد من هنا اهو. ده اللي انا بدخل فيه الخرز. هبعده شوية. وهياخد الطرف اللي انا بدخله في الخرزة من تحت. وابتدي. اهو. ادخله هنا. دخله في الخرزة دي. هي دي اللي باقي معي. بحرك بقى باقي دايا كده الخرزة بالراحة. علشان اطلع الخيط. طبعا انا مسبتها كويس ما تليليش. اهو. طلعهم الخرزة اللي تحت. بالشكل ده. اللي هي في في اللي هي اول الرأس الخرزة الخماسية من الغرزة الخماسية. باقي عندي دي. هطلعوا منها برضو. من الجنب كده. بالشكل ده. اهو. الترتيب اللي انا مشي بيه. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. محتاجة المرة دي خرزتين مش تلاتة. واحد. اتنين. اهو. وبعدين نسحب من العقدة من الحلقة ونعمل العقدة بتاعتنا. وبمنتهى البساطة. باخد الخط الزيادة. والف فيه بيه كده. اه وسط الغرز. اه وسط الخرز كده بتاعي. انا بعتزر لطول الفيديو. بس لازم النقط كتير كده عايزين نوضح. عشان يكون الشغل واضح. خصوصا لو واحدة حابة تعمله مشروعة. او واحدة تكون مبتلئة. فكرة الكورنيش دي انا جربتها. يعني انا تقريبا دي تالت سنة بعملها. بس طبعا ما كنتش صارتها قبل كده. سهلة. ونتيجتها مضمونة وحلو. انا بلف بس بالخيط. ما بين الغراز. خلاص. هقص بس الزيادة. برضو الطرف الثاني نفس الكلام. اهو. هاخده كده. واقرب خرزة والف بيه. ما تصعبش الامور على نفسك. هو نفس الفانوس ده بالزبط. لكن انا هنا عملت دورين من السوداسي اللي هو في القاعدة. هنا عملت دور واحد. حسيت ان هو دور واحد هيكون افضل. طبعا الشكل من فوق اللي عمل زي الفستان دوت الكورنيش ده شكله حلو قوي. اهو. نتيجته حلوة. وجميلة. هو ايمكن باين هنا في الاخدر اكتر. ده كان وزنه مية ستة وتمانين طبعا من غير وحدة السود. هاوزن لكم برضو ده. الوزن كده هنا مية خمسة وتسعين جران. طبعا هي بتفرق من خرز للتاني احيانا بيكون خرز تقيل عن التاني. دوت مية خمسة وتسعين وده مية ستة وتمانين. هنركب واحدة الصوت. اهي. واحدة الصوت اهي. هندخله هنا. انا ربط بس السلك بس ربطه من فوق من هنا. وهدخله كده من تحت كده. فوق. هو مجرد ما هيدخل. خلاص هي هيثبت في الخرز. ده شكله النهائي. اهو. اسفل الاطالة بشكركم جدا يا رب الفيديو يكون واضح وسهل. آآ اتمنى اللي بيشترك اللي بيشوفنا الاول مرة يشترك في القناة ويفعل مفتاح الجرس. ما سنسوش لايك وشير للفيديو. آآ بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.